شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدعم الأمن والسلام في الشرق الأوسط الذي انعقد اليوم في مدينة وارسو وذلك بحضور فخامة الرئيس أندري دودا رئيس جمهورية بولندا ومعالي السيد مايك بينس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقد تقدم معالي وزير الخارجية بالشكر لفخامة الرئيس أندري دودا على استضافة جمهورية بولندا لهذا المؤتمر مشيدا معاليه بالجهود الكبيرة والمبادرات المتواصلة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في ترسيخ الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي ودورها في نعقاد هذا المؤتمر الهام متمنيا له كل النجاح والتوصل لكل ما يخدم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط كأحد أهم ركائز الأمن في العالم وأكد معالي وزير الخارجية في مداخلته حول ما يهدد الأمن والسلم في الشرق الأوسط أن إيران تشكل خطرا كبيرا متعدد الأبعاد والجوانب على أمن المنطقة والعالم حيث تنتهج سياسة تقوم على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتوفير مختلف أشكال الدعم للعنف والتطرف والإرهاب ومحاولة العبث بالنسيج الوطني وإثارة الفتن في دول المنطقة وهو ما يستوجب المزيد من العمل الجماعي الدولي للتصدي لهذا الخطر بما يساهم في استثباب الأمن والسلام في الشرق الأوسط وجدد معالي وزير الخارجية التزام مملكة البحرين الثابت بالعمل والتعاون مع حلفائها في المنطقة وخارجها لكل ما فيه صالح المنطقة ويعزز الأمن والسلام والتنمية فيها وبما يعود بالنفع على دولها وشعوبها اشتركوا في القناة